موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله متتبعاتي العزيزات الغالية موسيقى 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 لان اشتركوا في القناة سوف نقسمها على ميكات ونستخدم الماكر اي ميكة نكتب فيها وش بقري و اهم هي انكم كيف تحرموا لحم الى ما ايلا جبته وما صيبته ايلا الساعة فكي تبدلي اللون وكي يصبح ماشي واذك فمن الاحسن اخواتي الوقت الذي جبته لحيمات هكاية او لجاج فقدوه ديك الساعات نقيوه او قدوه وقسموه على حسب الكمية اللي بغيتو هكاية ودخلوه لتلاجة عاد باش تهنو منه فانا هادية طريقة ديالي كنتمنى انها تتعجبكم وهكاية كنتستفدو من بعضياتنا طريقة اللي بسيطة وكنظن ان كل شي كيديرها فهد القادية ديالان انا نكتب هكاية فوق البلاستيكات فانفعتني الزرخ لان مني كنتدخلو اللحم في المجمد فما كنتم نعرف ما هو غنمي او بقري او كان كتب عن مرات حتى اذا كان عندي كوتلات او شي حاجة كان كتب علي فاش لوقيته اللي كان بغيته كان نعرف الميكال ايضا يا او بقري الساشيات اتضجي 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 او حتى ميكا يجعل البرك و احفظها من الزوال أتمنى تعجبكم هذه الفكرة و بالنسبة للساشري كنت أخذهم من بيم 8 درهم 18 درهم 5 درهم لدي الناس الذين يبيعون الموادين 5 درهم مزوينين و عمليين وهذا هو المقر و هو المقر هو المقر هذا هو المقر يدوم مدة طويلة و الى خطيته و تستعملوا هذا بطلبي و تجد الميكا اللي قمت بها في كل الكلوة و قمت بها حتى بوحده نتمنى تعجبكم الفكرة و هنا أخواتي بعد مكملت الحيمات قمت بهم يجب ان يكونوا مقارين سوف نضيف حتى يتلقى رأسه ونجعله حتى يتلقى رأسه ونجعله جيد نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة اضيف ملحة نضيف مالك نضيف ملحة نضيف ملحة سوف يساعدني اني انتلقو بكل سهولة سوف اخواتي انتو مياه سوف يدردك مزيان سوف ندحنه بشوية الزيس سوف نزيد نباتية سوف ندوز على السطح سوف نصور معكم هذا الفيديو سوف نضيف الوضع سوف نضيف الوضع سوف نضيف الوضع سوف نستعمل الوضع يوميا في عدة استعمالات ويجب ان تريد الحم فخرجوا من الوضع الوضع سوف نضيف الوضع لكي يكون الحم جيد لنضيف خبز فطور لنضيف الخبز القمح سوف نضيف دقيق القمح سوف نضيف مصدر و سوف ننضيف الخبز في المخالة الملح و خميرة و سكر الملح و سكر قليلة وبعد ذلك الملح الملح تسمح الكمل و ندل الملح لا يتسجع جد تسمح نجمع العجينة وقام أرزي أسينا وقام الأعجين استخدمين الإنجانة وقام هذه النخلة هنا من جميعهم من أول تنفيذ وبعد تجمع إزداد وقام الأمر سوف نشعره وقام الأمر وقام الأمر سنعمل بأيو نعمل بأيت ونضغط على العجين طريقة سهلة الطوست ينفع الفطور ونضف عدة وصفات وينفع الوليدات ويصبر مدة طويلة في تلاجة لا يوجد مواد حفظة وينفع الوليدات سوف نستمر حتى نجمعه بالنسبة للمول ونستمر الزبدة ونستمر الزبدة ونستمر دقيق ثم نضيف نضيف الزبدة ونضيف الزبدة ونضيف الزبدة ونستمر ثم نضيف ثم نضيف الزبدة نضيف ثم نضيف ثم نضيف ونضيف الزبدة ونضيف و نضيف ثم نضيف بزرع ثم نضيف الزبدة نضيف عليه ثم تضيف ندخل طوست عالي ندخل طوست ندخل طوست سوف ندخل طوست ندخل طوست ندخل طوست ندخل طوست نحن نضيفه في الفطور ونضيفه في الفطور ونضيفه في الفطور سوف نفطره بالطوست والحرائشات اللهم ادمها نعمة وحفظها من الزوال اخواتي هنا شاركت معكم هذا الفيديو نتمنى لإعجاب ديالكم وإذا عجبكم ما تبخلوش عليها بوحد اللايك وإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة فاشتركوا بالضغط على الزر الأحمر وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنتمنى نكون مطولتش عليكم كن خفيفة على قلوبكم انطلاقكم فيديو جديد واقتراح جديد إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء